اهلا بكم في فيديو جديد اتمنى تكونوا بخير اكتر من مرة يجي لي استفسار او سؤال من المتابعين وتحديدا الجدد او 90% بيكون من المرابين المبتدئين في تربية تيور الزينا يقولك دايما كانت الانسة بيضة في العش والبيض اختفى ومش عارف البيض راح فين او يكتب لي مثلا في التعليقات العش كان فيه 5 او 6 بيضات وفجأة لقيت البيض عدده بيقل ومفيش بيض فيه العش نهائي وبيكون البيض اختفى وبتلاقي المرابي المبتدئ في حالة زهول او اندهاش تام ويبقى السؤال البيض اختفى راح فين فتخيل كده معايا ان المبتدئ في تربية تيور الزينا بيكون نفسه يشوف الانسة بتضع البيض وبيفرح فرح كبير جدا او بيكون سعيد سعادة كبيرة اول ما بيلاقي العش ابتدى يكون في بيض والانسة ابتدت فعلا في وضع البيض فتخيل الفرحة ديت اللي بيعيشها المرابي خصوصا لو اول عش ينتجه اول مرة يبص يلاقي البيض فجأة اختفى وبيكون بالنسبة له السبب غير معلوم في الفيديو ده هقولك ايه الاسباب اللي بتخلي البيض يختفي ويه البيض بيروح فين ويه العلاج علشان نمنع الانسة ان هي تاكل البيض بتاعها او نمنع التيور عموما ان هي تاكل البيض بتاعها مش هطول عليك في المقدمة يلا بينا نبدأ الفيديو في البداية عايز اذكرك لو لسه مش مشترك معنا في قناة تيور الزينا المبتدئين او قناة تيور روماني القناتين مكملين لبعض هكون سعيد جدا لو عملت اشتراك للقناة وفعلت زر الجرس عشان يجيلك اشعار بكل فيديو جديد احنا بنقدمه باختصار المعلومات اللي هقولهلك في الفيديو دي هي اللي بيبحث عنها كل مبتدئ في تربية تيور الزينا هقولك ايه الاسباب اللي بتخلي الانسة تاكل البيض بتاعها وكل سبب هنذكره هنذكر العلاج بتاعه او هنذكر ازاي ان هتفادى الخطأ دوت علشان نمنع التيور ان هي تاكل البيض بتاعها فتعالا معايا كده في رحلة قصيارة جدا نتكلم عن سبب سبب ونذكر كل سبب بالتفصيل اول سبب معانا هو ان بيكون العش دايق او غير مسبت جيدا او متحرك يعني مثلا العش بتاعك الافس متحرك كل شوية بيروح من مكان لمكان فبالتالي العش بيتحرك مع الافس فالبيض بيتحرك جوه العش فبيتكسر وطبعا اول ما بيتكسر بتبتدي الانسة تتزوقه وتبتدي تاكله وطبعا بتكون عادة سيئة لو اعتادت عليها التيور بتبتدي بعد كده تاكل البيض بتاعها فلو العش غير مسبت جيدا او لو الافس متحرك بيكون سبب من اسباب المشكلة دايق في نفس الوقت لو العش نفسه دايق لو انت جاي بعش غير مناسب للتيور اللي عندك وبيكون دايق عليهم بالتالي بتلاقي الانسة بتجد صعوبة في التحرك داخل العش فممكن تكسر البيضة عندون قصد وتبتدي زي ما بقولك تتزوق البيضة وتعتاد على اكلها فلازم تجيب العش المناسب للتيور اللي عندك وتتأكد ان العش بيكون واسع والانسة واخد راحتها في التحرك داخل العش خصوصا ان اللي بعد ما البيض داي فك او يفقس هتبتدي الفروخ الزغيرة تكبر وهتبتدي محتاجة تكون عايزة مكان واسع تقدر تتحرك فيه بسهولة وتقدر الانسة تتعم صغرها بسهولة بدون ما يكون المكان دايق عليهم دي كان اول سبب معانا السبب التاني هو نقص الكالسيوم خلي بالك ان التيور بتحتاج لنسبة كالسيوم عالية جدا جدا خصوصا القنسة وفي وقت تحضير العش تحديدا وقت ما يكون البيضة بتتكون داخل القنسة ساعتها بتستالي كمية كبيرة من الكالسيوم في تكوين البيضة دا فطبعا الكمية اللي هي بتفقدها لازم حضرتك تكون مهتمة بالتغذية وبالتنوع في الغذاء عشان تقدر تعوض الكالسيوم اللي هي بتفقده فلو حضرتك مش مهتم بالتغذية ساعتها الانسة هتفقد جزء كبير من الكالسيوم في جسمها فهتبتدي تعوضوا بانها هتاكل البيت بتاعها علشان تعوض نقص الكاليسيوم اللي عندها ودي طبعا مشكلة احنا في غناء عنها من البداية لازم نهتم بالتغذية وبالتنوع في الغذاء فالحل في الوقت ده انك تهتم بالتغذية خصوصا الاكل اللي يحتوي على كاليسيوم مثل وجبة البيت بالبقسمات اللي احنا بنقدمها للتيور مرة او مرتين في الاسبوع البيت بنجيبه وبنسلقه وبيفضل في الوقت ده اللي انت قشر البيت تطحنه وتضيفه مع البيضة ومع البقسمات المطحون لان قشر البيضة تحديدا بيحتوي على نسبة كاليسيوم عالية جدا فهتفيد التيور جدا جدا وطبعا زي ما هي هتفيد التيور جدا بنأكد على انك لازم تطحنه الاول علشان الانسة ما تعتدش على اكل القشر وبالتالي تاكل البيت بتاعها فلما يكون محتوط بصورة مطحونة داخل الوجبة الانسة هتاكله بدون ما تشعر ان ده قشر بيض برضو عدم الحبار لازم نعلقه بصورة معتادة داخل الافس لانه بيحتوي على نسبة املاح معدنية كبيرة وعلى كربونات كاليسيوم وبيعود الانسة بصورة كبيرة جدا جدا بالكاليسيوم اللي هي بتفقده السبب رقم ثلاثة هو اذا كان البيض نفسه غير مخصب بمعنى انه لا يوجد جنين داخل البيضة البيضة من جوه بتكون فاضية ما تمش تلكحها داخل الانسة من الزقر في الحالة دي بتقدر الانسة اللي هي تتعرف عن طريق الشعور بالبيضة اسناء الرؤاد عليها او التحديين عليها بتبتدي الانسة تتعرف ان البيضة ديت غير مخصبة او لا يوجد جنين بداخلها ففي الحالة ديت بتجد الانسة من الواجب التخلص من البيضة ديت طبعا عن طريق كسرها او اكلها او ان هي ترميها برا العيش او تلاقيها محتوطة في رقم بعيد عن البيض نفسه طبعا حياتك تقوم اخذ البيضة حطيتها تاني ثم الانسة برضو بعدها ثم انت حطيتها تاني وانسة عارفة ان البيضة دي غير مخصبة ففي الحالة ديت في بعض الاناس بتجد انها تتخلص من البيضة دي عن طريق اكلها فتغذي نفسها بالبيضة خصوصا انها عارفة ان البيضة دي غير مخصبة رقم اربعة معانا هو الخوف لو الانسة خايفة من حاجة شايفها زي رؤية الكوارد او الجوارح ده ممكن يسبب لها زعر شديد جدا جدا مما يضطر الانسة انها تتحرك بصورة عشوائية تجري تخش جوه العش او تخرج من العش بصورة مفاجئة الخروج والدخول والتحرك بصورة دوت ممكن عندون قصد تغبط برجليها بيضة فتكسرها فتبتدي تتزوق البيضة وتاكلها او ممكن انها تلجأ من شدة الخوف الى اكل البيض نفسه ساعات فيه اناس من كتر الخوف على العش ممكن لو وجه التهديد زي ما قلنا فار او وجوارح بومة سقر تلاقي الانسة هي اللي دخلت كلة البيض من شدة خوفها على البيض وطبعا في الوقت ده بيفضل او الحل اللي انت تحط القفص في مكان امن وما يكونش عرض ان هو يتعرض للحاجات ديت نقطة رقم خمسة معنا هي الازعاج من حضرتك الازعاج المستمر اللي انت المراب تلاقيه دايما بيفتح العش ويقف العش ويبص ويمسك البيضة ويحركها ويرجع العش مكانه كل الكلام دوت بيأكد للعصفورة ان المكان ده مبقاش امان ان العش مبقاش امن فبالتالي بتخاف على البيض جدا طبعا وممكن زي ما قلنا تبتدي تاكله من الخوف او ممكن وانت بتفتح العش العصفورة هتحس بالزعر فتجري فجأة فتخبط البيضة تكسرها وبالتالي هتديه ممكن تاكلها اخر نقطة معنا رقم ستة والنقطة دي مهمة جدا جدا وبيغفل عنها كتير من مبتدئين تربية تيور الزينة وهي المحفزات حضرتك ممكن تقدم محفزات اثناء الرؤاد طبعا محفزات على التزاوج خصوصا للزكر فيبتدي الزكر يخش يطلب التزاوج من الانسة فهي طبعا رقدة على البيض فبترفض فبيقوم قصر البيض ووكله علشان هي تطلع تبتدي تتزاوج معها يا اما الانسة بتاكل من المحفزات دي برضو وبالتالي هتبتدي تتعمد اللي هي تنهي العش ده عشان تبتدي تجاهز عش جديد طبعا المحفزات على التزاوج من الممنوعات اثناء الرؤاد على البيض وطبعا فيه منها حاجات طبيعية ممكن نقدمها عن لون قضي زي الجرجير زي الفلفل زي البرسيم كل الحاجات دي محفزات على التزاوج بنمنع تقدمها خصوصا وقت الرؤاد على البيض في نهاية الفيديو اتمنى تكون قدمتلك المعلومة بصورة مبسطة ياريت ما تبخلش علاها بالاشتراك للقناة وتعمل لايك للفيديو علشان نكبر وهنكبر بيكو باذن الله علما ان الفيديو ده هيكون موجود من قيمة تشغيل كاملة عن امراض التيور وعلاجها